أعلن مجمع سونطراك عن تحقيق ستة اكتشافات للمحروقات اعتمادا على الموجهات الخاصة للشركة خلال ثلاثة الأول من سنة 2023 وجاء في بيان للمجمع أنه تم تحقيق اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود إضافة إلى تسجيل حفر بئرين بحوض بركين كان محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات فضلا عن اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي إلى جانب اكتشاف للنفط والغاز في حوض وادمية الواقع بجنوب الشرقي لحقل حسي أرملة وأوضح بيان أن هذه النتائج تؤكد الإمكانات النفطية والغازية الهمة المتواجدة بمنطقة توكورت الواقع شرق حقل حسي مسعود كما تبرز حجم قول الجهود التي تبدلها سنتراك في مجال الاستكشاف من جلية تجديدة احتياطتها من المحرقات ترجمة نانسي قنقر